هناك قانون الأسلحة في وزارة الداخلية يتيح لبعض الأشخاص وبعض العناوين أن يمتلكون سلاح للدفاع عن النفس والسيد وزير الداخلية أفق سياسته وأفق الخطة التي يرسمها بموضوع معالجة السلاح المنفلة تقنن كثيرا موضوع إجازات السلاح لشمول أقل عدد ممكن من الأشخاص الذين يحتاجون مثل هذه الإجازات مثل بعض الصحفيين الذين قد يكونون مهددين من قبل أشخاص أو بعض المحامين الذين يدافعون عن المتهمين يكونون أيضا معرضين إلى التهديد أو طبيعة عمل بعض الأشخاص تطلب أن يحمل سلاح كأصحاب الصيرفة اللي دائما ينقلون مبالغ وياهم وبعض المهن اللي تحتاج فعلا أن يحمل الشخص سلاح للدفاع عن نفسه والمبدأ الدفاع عن النفس مبدأ شرعي وقانوني في القانون العراقي موجود هذا المبدأ الشخص يدافع عن نفسه حينما في حالات محددة ومعينة من تهديد حياته ترجمة نانسي قنقر